متابعيني من كل مكان أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناتكم القناة الطبية المتنوعة النهاردة هكلمكم في موضوع كتير طلبوا مني خاصة السيدات والبنات وهو موضوع علاج دوالي السقين كتير عايزين نصائح وكتير عايزين كريمات وعايزين وصفات منزلية ومشروبات مأكلات تساعد على تقليل المظهر بتاع الدوالي السقين طبعا لو دوالي السقين شديدة ومعاها أعراض تانية كتير دي طبعا بتتطلب إن احنا نروح للطبيب ونكشف ونعرف الأسباب والعلاج وطبعا العلاج متطور دلوقتي في الليزر وفي الحقن وفي الجراحات الأوعية الدموية كل ده موجود ولكن النهاردة أنا هتكلم على الدوالي البسيطة اللي موجودة عند معظم السيدات في الرجلين مجرد إن هي بس مضايقها في مظهرها أو في شكلها محتاجة مثلا وصفات طبيعية محتاجة شوية نصايح علشان تقلل من دوالي السقين اللي عملالها مظهر شوية مدايقها فالنهاردة هبدأ بالنصايح هقول أول حاجة النصايح عدم الوقوف لفترات طويلة الناس اللي شغلها بيتطلب الوقوف لفترات طويلة دي طبعا مشكلة لأن ده بيعمل ركود في الدورة الدموية عدم تنشيط للدورة الدموية التجمع الدم في الأوعية الدموية وتجي المنظر اللي إحنا كلنا عايزين نتخلص منه يبقى أنا لو شغلانتي مثلا زي أنا كطبيبة أسنان مثلا شغلي بيتطلب وقوف لفترات طويلة لا محتاجة إن كل ربع ساعة كل نص ساعة أمشي لفة بالزبط أو أعود أريح دقيقة أو أتحرك ده علشان ما يحصلش الدوالي طبعا عارفين كلنا نتدوالي بسبب الوقوف كتير يبقى إحنا لازم نتحرك ننشط الدورة الدموية عدم لبس الكعب العالي خاصة للبنات البنات اللي بتلبس كعب عالي أوي زيادة ده طبعا مش مريح وبيؤدي إلى دوالي الساقين مع الوقت هتبتيجي تلاقي الدوالي بدأت تظهر والعروق والخطوط الزرقى والشكل العنكبوتي الأوعية الدموية اللي إحنا إيه عايزين نتخلص منها يبقى إحنا نقلل الكعب شوية ونلبس جزمة أو كعب يكون قليل ومريح لنا كمان اللبس الديق الجوارب الديقة الحزاء الديق الشبش الديق كل ده ممنوع لأن كل ده بيؤدي إلى ركود الدورة الدموية وحبس الدم وعدم تنشيط للدورة الدموية محتاجين نلبس لبس واسع لبس مريح جوارب واسعة الجزمة تبقى مريحة أو طبية كمان يكون أحسن ده كله بيقلل من ظهور الأوعية الدموية أو الشكل العنكبوتي أو دوالي السقين كمان الرياضة المشي مهمة جدا المشي مهمة جدا لطنشيط الدورة الدموية أنا أقولش نمشي كل يوم ساعة ساعتين أقول نمشي كل يوم ربع ساعة كفاية جدا ربع ساعة عشر دقايق كل يوم ممتاز لو عندك سلم بتطلع سلم نطلع وننزل السلم نعمل تمارين سويدي خفيفة كل ده يعني حاجات بسيطة جدا يعني مش محتاجين ان احنا نعمل رياضة عنيفة مجرد رياضة المشي بتنشط الدورة الدموية وتقلل من دوالي السقين طيب ايه تاني الناس اللي هي بتحط رجل على رجل رجل على رجل دي مشكلة كبيرة لأن حطة الرجل على رجل أو الرجل المتقطعة في القعدة دي بتعمل احتباس للدم في الرجل وركود للدورة الدموية وضعف في الأوعية الدموية احنا محتاجين لما نعض نعض قعدة مريحة فردين رجلين عادي جدا ونتجنب ان احنا نحط رجل على رجل علشان ما تزودش عندنا دوالي السقين كمان الاكل مهم جدا ان احنا نبتدي نتجه للأكل الصحي الاكل الصحي المفيد فيه ألياف عالية احنا طبعا عايشين دلوقتي ناس كلها متجهة للأكل البايو والأكل المليان ألياف الأكل اللي فيه دهون قليلة وده ممتاز لازم نقلل من الفاست فود ونقلل من الزيوت المهدرجة والحاجات اللي بتأجل الكوليسترول وبتسد الأوعية الدموية وبتعمل جلطات وكل الكلام ده لازم نبتدي نخلي بالنا ننتبه أكتر نحنا ناكل ألياف الخضار الفكهة نشرب ميا كتير شرب الميا مفيد جدا وأنا هنزلكم حلقة مخصوص عن فوائد شرب المياه هسيبها لكم في أول تعليق لأن شرب المياه مهم جدا جدا مش للأوعية الدموية بس ولكن لصحة الجسم كله كمان هنصح بنصيحة أن لما نروح البيت نرفع رجلينا نستلقي على السرير وريلاكس خالص تمام ونعمل حمام ميا دافية بشوية ملح ده يعني زي ما كانوا أهالينا زمان بيعملوا اللي هو يحط رجليه في شمية ميا وملح ده هيسحب كل الإرهاق كل التعب كل الإديمة الانتفاخ الالتهابات هينظف الرجلين هينشط الدورة الدموية بالمياة الدافية ده ممتاز جدا 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 بعدها بنشف رجلي كويس وبستلقي على السرير وأرفع رجلي على مخدتين 3 عليين بحيث يبقى مستوى رجلي أعلى من مستوى القلب ده بينشط الدورة الدموية وبيقلل من ظهور دوالي السقين يبقى رفع الرجل وتنشيط الدورة الدموية ده مهم جدا أثناء ما أنا رفع رجلي بعمل تدليك لرجلي تدليك دائري بإيدي تدليك دائري لمكان الدوالي كإني إيه بعمل تنشيط للدورة الدموية وبقلل من دوالي السقين ده مهم جدا كمان فيه ناس بتحب الجوارب الضغطة من الصيدلية مفيش منها مانع والأحذية الطبية طبعا ممتازة كل ده هيقلل من الدوالي مع طبعا تخفيض الوزن لأن الوزن الزيادة طبعا بيبقى فيه زهور معاه زهور للدوالي فأنا هخفض وزني بطريقة سليمة عن طريق الأكل الصحي وتقليل السعرات الحرارية وتقليل الزيوت والدهون في أكلي بالنسبة للمشروبات المفيدة أو اللي بتقلل دوالي السقين هنركز على المشروبات اللي بتنشط الدورة الدموية والمشروبات المضادة اللي فيها مواد مضادة للأكسادة طيب زي ايه؟ زي الزنجبيل، خل التفاح، القرفة، مشروب البقدونس، منقوع البقدونس، مغلي البقدونس الناس اللي بتحب اللوز كمان اللوز حلو جدا كل دي مشروبات مفيدة جدا لتنشط الدورة الدموية وفيها مضادات الأكسادة ممكن أعمل ميكس، أعمل ميكس مشروب مثلا أنا بحبه مثلا فيه خل التفاح بالقرفة بيبقى طعمه جميل جدا اللي اتنين دول بينشطوا الدورة الدموية وبيقللوا دوالي السقين ممكن أعمل ميكس مثلا قرفة بزنجبيل بعسل نحلة بنقطة خل تفاح ممتاز، كل دي مشروبات ممكن أعمله طيب، إيه تاني؟ الألوفيرا، هلام الألوفيرا ممتاز، ممتاز، ممتاز باخد لو أنا أزرع عندي زرعة ألوفيرا، ممتازة وأقطع منها كل يوم، وأخد الهلام اللي جوه أضربه في الخلاط بنقطة خل تفاح، ممتاز بنقطة زيت زتون، ممتاز بشوية زنجبيل على حسب زوقي بقى على شوية إرفة أضربهم في الخلاط معلقة واحدة معلقة أو نص معلقة من الألوفيرا بالخلطة دي وأشربها يوم بعد يوم وبقية المشروبات ممكن أشربها طبعا كل يوم فيش مشكلة خالص طيب، بالنسبة للكريمات أو الزيوت أو المسكات أو الحاجات اللي أنا هدهنها على رجلي وأدهن بيها رجلي مساج دائري يوميا هعمل إيه؟ برضو هاعتمد على نفس الحاجات اللي هي مضادة للأكسادة والحاجات اللي بتنشط الدورة الدموية يعني ممكن أنا أعمل زيت بنفسي أدهن بيه مكون من إيه؟ زيت زتون رشة زنجبيل رشة إرفة وأخلطهم كويس أدي دهان لرجلي في مكان الدوالي هينشط الدورة الدموية وهيقل الدوالي مع الوقت طيب إيه تاني؟ ممكن زيت زتون مع شوية ألوفيرا وأضربهم في الخلاط نقطتين لمون مضاد للأكسادة ممتاز أضربهم في الخلاط وأعمل الخلطة جيء وادهن على رجلي إيه تاني؟ مية البقدونس تمام؟ وشوية مثلا أنا بعمل ميكس أقلف ميكس مفيش مشكلة مع شوية الهلام الألوفيرا بدل ما أضربهم بمية أضربهم بزيت زتون أو بشوية مية منقوع البقدونس وأحط عليهم شوية مثلا زنجبيل أو قرفة نقطتين لمون كل الحاجات دي عاصي نقطتين برتقان كل ده حاجات ممتازة وأنا ممكن أعملها في البيت نصيحة أن أنا أمشي كل الحاجات دي مع بعضها يعني المشروبات مع المسكات مع المساج مع الزيوت اللي أنا بعملها في البيت مع المصايح اللي أنا قلت عليها كل الحاجات دي تمشي مع بعض وتبقى روتين حياتي دي تبقى روتين هلاقي نفسي في صحة أحسن هلاقي نفسي رجلية تشدت لأن ده كمان بيشد الرجلين يعني ده كمان الخلطات وكل الحاجات اللي أنا قلتها دي هتشد رجليكي هتقلل السليوليت كمان السليوليت هتقلل ظهور الدوالي هتبقى الرجلين مشدودة وبتلمع ودوالي اقل منظر ومظهر احسن ليكي ولصحتك اتمنى ان كل النصايح دي تكون نالت اعجابكم وفادتكم في حلقة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وشير ده بيشجعني وبيخلي قناتي وبيخلي فيديوهاتي متشافة اكتر لأكبر عدد من الناس ده بيبسطني وبيفرحني وكمان لما بتكتبوا تعليقات او بيبقى ليكوا استفسارات طبية ده برضو بيدعم القناة جدا فاتمنى منكم لايك لان اللايك طلع مهم جدا اعملوا لايك لو الفيديو فعلا عجبكم واستفدتم منه اقتراحتكم تهمني في صندوق التعليقات مش هطول عليكم تمنياتي بدوام الصحة والعافية للجميع واشوفكم في حلقة قادمة ان شاء الله